اشتركوا في القناة لا هو مدخلها ولا هو قبلان فيها ولا بيعترف فيها ولا هو مشارك بهذا الشغب لأنه تعود الاتحادات المتلاحقة من 30-35 سنة على هذه النقطة بقيت هذه النقطة مشكلة وتسبب ضرر لكل الأطراف تسبب ضرر للنوادي والمدخول للنوادي وتسبب ضرر للجمهور الأوادم إذا في 12-12 ألف لنادم معين فيهم 100 واحد أو 200 واحد ياسيدي مشاغبين في منطقة معينة نحن بنظلم الأوادم الاتحاد بس يعمل واجباته والأمن بيعمل واجباته والنوادي بتعمل واجباتها ما هي واجبات الاتحاد بالنسبة للنظام؟ رعاية شؤون اللعبة وتنظيمها والإشراف عليها الأمن ليس من ضمن الرعايتها والإشراف عليها؟ أكيد في المباريات ما بيكون في أمن مباريات صغيرة مع الاحترام للفريقين يعني ما فيها جمهور قليل حكمة مجد العنجر جمعات الماضية صار مشكلة كتير كبيرة ما في أمن مباريات مرات ما في إسعاف ما بصير أنصار عهد مثلا شفنا كمين منيحة من الأمن تحت ومنظمين ومرتبين أنصار نجمين ما كان فيه يقفوا تحت تحت فقط؟ غلط ما هو الهدف من أنه تحت أنه إذا حدا نزل يعني بيتلقوا كراسي نحن ما بدنا الأمن يتلقى كراسي من فوق لا في طرق منظمة في فرق مختصة بتعرف وين بتوقف فوق على المدرج حتى ولو بسياب مدنية معينة بتعطي إخباريات لناس أني أخبر بهذه القضايا عنده الناس بتفهم بيقدر يأمنوا بعد أنها كلها محصورة بقطاع معين إذا بتشوف الشغب محصور بقطاع معين كل الموجودين فيه 300-400 واحد والكراسي كلها بالدليل على ذلك كانت مجمع أكتريتها بمكان واحد ما هذا إلا دلالي إذا تمنع الأمن المراجع الأمنية بشكل نعم أنه ما بيلبوا أحيانا ما هي في بعض مباريات بيكون فيها كتير ما بدهن يأمنوا الأمن بالشكل المناسب هذا حل آخر في باديجارد شركات لباديجارد مختصة ومرخصة وبيكلفه عزراً بالجملة كتير قليل من التكاليف اللي ممكن يتحملها الاتحاد والنوادي وكذا طب هلأ نادي النجمة ينادي كبير على سبيل المثال ممنوع أربع مباريات ما هيك؟ تعرفش بيكلف خسائر هذا كله للنوادي للنادي التاني ولنادي النجمة ولنسبة الاتحاد اللي بيأخذ عشرين بالمئة صافية وللعب ككل ويجب أن يبادر الاتحاد العزيز إلى أن يصحح هذه الأشياء وفي بعد إدارات النوادي إذا كانت غفلانة وأنا تسعين بالمئة بقول ما أنهم نقرين النظام الأساسي تبع الاتحاد إذا كانوا هن غفلانين نحن ويجبنا كأعلام أنهم نفيقون